أحباب المرحبين المرورية فاقت ضحايا الحروب ونسبها تجاوزت نسب ضحايا حوادث المرور على مستوى العالم وكأن ذلك لم يكن كافياً لبعض شبابنا فتوجهوا باختيارهم لساحات قتل الشباب ساحات التفحيض آن الأوان لنفكر ونجد الحلول والرسالة موجهة لنا جميعاً إنها السلامة المرورية التي تبدأ بنا فكل له دور وعليه واجبات فهل سننجح؟ ليس أمامنا إلا هذا الخيار ونحن بعون الله قادرون وقطف قدنا ثمراً ترى ما فينا واحينا حديث الدار كالأمطار غيث لنا ودينا حياكم الله وبياكم أنا يا إخوان في الفاصل جاني اتصال والاتصال هذا سبق جاني على الهوى وأشدت به هذا والد الشيخ الدكتور علي الشبالي بحكم الجيرها القديمة في الرياض لا تكاد ولا يأكد يمر شهر إلا ويتصل بيزا الخيوة طمّن تعامل أبوي ما شاء الله ويعدني مثل الدكتور علي وأنا والله أسعد به أنا بس بخرج أكمل مكالمة وإنت استلم الأطارة أطارة طيب والله أدك العافية أكيد في عندنا فقرات جميلة ورائعة اليوم الضيوف صراحة كانوا جداً رائعين على مستوى الشعر وعلى مستوى الجانب الأسري بس على مستوى الشعر بس نظائب الحجازي لا لي قصايد والله نبطية قديمة بس خلاص سكوني عين هات هات لكن أشوف على موضوع الاتصال أنت قلت اتصال جاكسا أنا أعطيك بيتين الآن هات عيون نقول يقول لك هذه لك أهداء لك قبل اتصالك تجي موبايلي حالة يهتز لو ميزة الهزاز ملغية ملغية يطير من الفرح ويسوق مواله وتظهر على شاشتها العاب نارية غلطان من يعرفك ويسوق جوالها المفروض تنحسب عليه رسوم إضافية إضافية كافه صحيح كبس لا لا والله من كيسي أنا أصلاع عارف أنا لا أصلاع تعدل دقل هذه السؤالة يا أخي لكن الشعر هيج بين الأصاعد سالم عنده هنا شيء سالم سالم طيب في كيس أنا أخذ أنت الدارة حين يأتيك ضيف يحط عفوشة وراء كم الهواء عاجي هذا والله الشيخ علي ما نقدر عليه ترى إذا الشوكولاتة ويدوب تخرجنا طيب الشعر ما زال الشعر له أثر صراحة جميل أما منحة الأكاديمية والتي طرحها الشيخ علي أذكر في اتصال الوقت يعني أنا يقول يجري بعض وبعض الشيخ علي أذكر اتصلت عليه مرة هذه رسالة لكل أب أو أم حط في باله كذا أنه لا ما يمكن أروح أكاديمية كيف إحنا ما نعرف ربي أولادنا إحنا نعرف أن نربيهم نعرف أن نتكلم نعرف أن نوجههم إحنا تربينا وإحنا عيال الحمول نعم أنت على العين والرأس وأنعم وأكرم بالجميع لكن لا يمنع أنك تأخذ مما استفاد منه الغير لا يمنع أنك تقتبس وتفيد يعني معلومات جميلة جدا الشيخ علي ذكرها من ضمنها أنه تأسيس المولود من ثلاث سنوات ما أحد يخطر باله ثلاث سنوات لسه الولد ما يعرف الحجر من التمر أذكر موقف حصل أحد الأخوة كان يشتكي من ولده أظن في سنين بسيطة من ثلاث سنوات أو أربعة كذا يعني بدأ النطق عنده الولد بدأ يلقط يعني بعض الكلام من السب والشتم فالولد يعني سار يقول هذا السب والشتم في مجالس عامة فالأب يتفشل ما هو عارف كيف يرد يعني الولد يقول يا كذا يا كذا بصورة جدا محرجة تسبب حرج ليه الأب الأب ما يعرف يتعامل مع الولد إلا أنه يصرخ عليه أو يضربه ما عنده أي توجيه فاتصلت بالشيخ علي فقلت يا شيخ كذا كذا قال أفضل علاج لهذا هو التطنيش لأنه الولد لما يسب ويشتم يضع هذا الشيء يعني على ما يقولوا إيش كأنه زي قوة ضعف حتى يلفت نظر الآخرين للناس وصلت الرسالة هذه للأب فعلا جلس فترة بسيطة بس طنش الولد لما يسب هي الكلمة قوية خاصة لما يكوف مجتمع يسمع سبة أو كذا قوية طنش مرة مرتين حس أنه ما فيه اهتمام ما فيه ردة فعل غاضبة أو معصبة الولد ما شاء الله تبارك الله هذه من الأشياء اللي صراحة يعني سؤالي كان للشيخ علي أنه أنه بعض الناس ما أخذ أنها صعبة عليه قوية أنه أروح أكاديمية أقولهم كيف أهلوني كيف أهل أولادي درجة ما هي بالصورة هذه صحيح وهذه العلى يكثر فيها الحديث أخوي أبو عبد الرحمن وهذا يمكن أسئلة الناس في الهاشتاغ الناس والله مقبل أنا أقول خلناكم متفاعلين الناس مقبلة والي يبغى يعني يبغى أن يصل إلى بر الأمان الكثير لكن هم بحاجة بس إلى دفعة صحيح طيب هم بحاجة إلى بس إرشاد فين يروحوا فين يتجه يعني مع كثرة المتجهات وكثرة المستقبلات الواحد بحاجة إلى مكان آمن يتجه لهالمكان ويأخذ منه ويستقي منه ما يريد سواء في ذاته في أسرته مع أولاده وأنا نصح مشاهدين بالاستماع إلى المحاضرة التي ذكرت الشيخ علي رحلة طموح محاضرة رحلة طموح تحصلها في اليوتيوب من أمتع وأبدع و يعني ما سمعت من المحاضرات التي تشهد الهمة وتخذ الواحد يفكر في نفسه فعلا كثيرا طيب أبو عبد الرحمن نحن فيه تصويت طلح بالأمس جميل وكانت تصويت عن المجاملة في حياة الناس تمام كان السؤال ما هو موقع المجاملة وتأثيرها في هذا الزمان اللي نحن فيه الآن طيب كانت أربع خيارات وهي المجاملة ضرورية ودائما أجامل طيب المجاملة سلبية والصراحة راحة يعني أنا ما جامل لكني صريح طيب طيب يعني طخ وكسر مخ على قولهم الخيار الثالث المجاملة يحكمها الشخص وتحكمها ويحكمها الموقف طيب الرابع المجاملة يعني عصب في الحياة وبالتالي الحياة لا تمشي إلا بالمجاملة كانت هذه بخيارات وكما ترى النسب موجودة الأكثر جت الأولى يحكمها الشخص والموقف يعني أغلب الناس رأى أنه الشخص والموقف يحكمها هل فعلا أجامل ولا لا والمركز الثاني أظن الحياة تمشي بال بالمجامل لا أرى الشاشة أسعفني الحياة الرابعة الحياة لازم مجاملة يعني الحياة لا تمشي الحياة لا تمشي بمجاملة أنا قاعدت طالعا من الشاشة يقول لك تلابس نظارة كمان تضحتنا الحياة لا تمشي إلا بالمجاملة صراحة راحة هذه المركز الثالث والرابع ضرورية دائما جامل أنا وجهة نظري أبو حسان أنه فعلا هذه كلها تصويت جميل ونقاط أو محاور جميلة أو يعني اختيارات جميلة لكن أميل إلى أنه فعلا يحكمها الشخص والموقف وفي الزمن هذا بعض الصراحة يعني مؤلمة مؤلمة جارحة عشان كذا الواحد يحاول لذلك ما يكون ما يعلم يقال حتى لو أني زعلت من فلان أو فلان أو كذا حاول طول بالك لكن حط في بالك أنه الزمن هذا ما رح تجد ما يعني الأمور ما رح تسير كما تريد لذلك يقول الشاعر مسك تخطر مع الشاعر لا تشتكي للناس لا ضاق بالك الله الناس ما تملك مسرة ولا ياس الناس حالهم مثل حالك والكل من مر الليالي شرب كاس ولا تحسب أنك بالتعاس أهل حالك اعرف ترى عايش معك بالشقاناس يعني الزمن هذا ستجد الزين والشين ستجد العصبي ستجد الهادي حتى بعض الناس الهاديين كذا يستفزك أنت تقوله يا أخي أتحرك شوية يا أخي أتكلم ما تقدر فبعض الناس يقول لك حبيبي أنا ما عندي اللي على طرف لساني أعطيه أطلعه لا هي ما هي ترى الشجاعة ليست باللسان وليست بأنه تطلع وتواجه وتصادم الآخرين ولذلك بعض الناس عنده لغة التصادم هذه أبسط يعني من شرب الموئي مقدسة وموجودة تنطرف على قوله للأسف ويخسر ناس كثير يقول لك في العمل ما أجامل في هذا ليش تجامل يا أخي إلى مثل ذبحت المجاملة بعض المجاملة إذا كانت لا تضر من ناحية شرعية أو دينية مثلا واحد استهزأ بآية أو هذا ما فيه مجاملة هذا ما فيه سكوت عفوا لكن بعض المواقف يعني لابد أنك تتغاضى وتمغطها وتبلعها وتتحلقها يعني من هذا وهذا يقولنا أبو عبد الرحمن إلى أنه طبيعة حياة الناس تحتاج مجاملات مثلا أنت قابلت واحد وقال لك شرعيك في لبسي مثلا في شماغي في كذا فأنت ما أود أنك تكسر خاطرة صح طيب وهذا يعني يكثر عند النساء مثلا باب يعني في مواقف تطيب الخاطر صحيح التغافل عنها جيد يعني ممتاز وحليه وكذا بينما في مواقف المجاملة فيها ربما تكون قديحة لكن دائما نقول الفرق بين الصراحة والوقاحة الأخلاق يعني المجاملة في حياتنا هي شيء لابد منهم بقدر يسير كان ملح في الطعام لكن مع المجاملة أو عدم المجاملة الصراحة على قولهم لابد نكون بأخلاق نحن صلى الله عليه وسلم في مواطن معينة في الحياة أيد بعض الصحابة صحيح ما شد عليهم كان لينا وفي مواطن لا أعيرته بأمي أنك مرؤ فيك جاهلية انتقاء العبارة لم يكن صخابا ولا لاعانا ولا صاحب قول فاحش ولا بديء وبالتالي الأخلاق هي تحتم هذه المجاملة فإذا كانت الأخلاق مصاحبة لنا في تعاملاتنا مع الناس بشكل عام حتى في المجاملة وحتى لو كان فيها صراحة فرح تكون خفيفة وضريفة ومقبولة لكن المصيب نحن في حياتنا أنه أحيانا أطق بالصراحة ولا أجامل لكن بجفاف بقسوة وبأخلاق ما تليق وبالتالي لا تقبل صحيح هو هذا هذه اختلف للأسلوب أنا الآن مثلا والله شفت من خطأ والخطأ هذا لا يمكن أن أسكت عليه مثلا مثل ما قلنا يعني استهزاء بآية بدين هذا ما فيه كلام فيه أسلوبين فيه أسلوب أني أدخل عليك كده وأعصب وأتكلم وأقول أنت تستهزي بدين الله وأن توفيك وممكن أكفرك وممكن وفيه أسلوب آخر يعني أسلوب يعني أخليك مهما كنت أنت مقتنع بهذا الشي أو أنك يمكن أن تمنتبه ممكن تفاجئني أنت تقول والله ما قصدت أنا كذا أو بحسن نية فهي يرجع للأسلوب زي ما تفضلت بالتعامل والنبي صلى الله عليه وسلم هشة وبش في بعض من جاءه من كفار قريش يعني من سادة قريش الآن من ضمن المجاملة مثلا في المجلس اللي لابد منها تكون لما يجي شخص كبير تقول والله بجلس يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن الجلوس أو كذا في بعض الناس ما يقدر هذا الشي إذا ما قمت فيها حقوق وفيها فأنت باب مجاملة مدام أنه لا يوجد محظور شرعي ومرأة ظروف الناس وعادات الناس يا سلام ماذا هو هذا لها اعتبار هذا لها اعتبار المواقف لها اعتبار طيب أنا أختي من المشاركة ونطلع فاصل تقول المشاركة راجعة الغفار تقول لا تبالغ في المجاملة حتى لا تسقط في بئر النفاق ولا تبالغ في الصراحة حتى لا تسقط في وحل الإساءة يا سلام يعني نعني لها خسرت جميلة جدا هذا الموضوع نحن في فاصل أبو عبد الرحمن مؤتمر صحفي لقوات الدفاع المدني نتابع هذه التغطية ثم نعود نسأل بعون الله تعالى لتحقيق أعلى درجات الأمن والسلامة لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بيسر وسهولة وقطف قدنا ثمرا ترى ما فينا واحينا حديث الدار كالأمطار غيث فينا واحينا حياكم الله والله أدي لفتة بسيطة للمتابعين للبرنامج ألفتة اللي تبغى وللجمهور صراحة الرائع جدا على مشاركاتهم في الهاشتاق ووصلوا ما شاء الله ترند الآن البرنامج فلكم كل الشكر والتقدير على تفاعلكم الجميل والرائع خلينا نأخذ موقف طريف هذه فيها مجامل وفيها ما هي مجامل يعني ما بينهم هذا واحد معلمين هذا موقف حقيقي واحد معلمين يقول كان عندي إشراف الفسحة لطلاب الصف الأول الثاني بتدائي تقريبا يقول الثالث بتدائي تمام فيقول وانا في الساحة واحد ولد متين ما شاء الله مليان مليان مسك لك واحد ولد نحيف ويضرب فيه طيب فجيت فارعت فمسكت الولد المتين هذا قل له ليش تضرب زميلك يعني ما يسيري ولدي قال خليه يا استاذ يستاهل هذا الضرب أني يوحلف سنة ثانية بتدائي هذا الولد شو ما الحقد له هذا ما فيه مجامل أعطاها المكسوم ماسك معاه منه المكسوم على الهواء هذا من المواقف طيب في أيضا لفتة برضو بسيطة الحلقة الماضية أو اللي قبلها اليوم أنت عندك تجلي أي ورديني أديني فرصة أنت دائما ما شاء الله عليكم أنا أجي زيارة نجي لعل كان على الدكاترة تكلمنا يوم كذا على الدكاترة وقلنا أنه بعض الدكاترة تدخل عليهم معصب دائما ضبة أكسد معصب دائما صراحة يعني هذا كان في أول حلقة فدائما معصب تلقام طنقر وكذا ليش ما يعني ليه ما تعرف حتى إلى درجة المريض عنده مرض بسيط يجي له مرض ثاني بسبب الرعب اللي يسوي له بعض الدكاترة وفي العكس ولكن قليلهم ما هم ما عليش هذه وجهة نظري الله لا يحجينا لهم لا أطب فيهم تختلف شخصيات أي اختلف الشخصيات لا لكن حصل موقف والله قبل ثلاثة أيام واربع أيام وديت الوالدة تسوي فحوصات في أحد المستشفيات طبية نعم فدخلنا على الدكتور فعلا هذا اللهم أمين دخلنا على الدكتور فقلنا للموضوع واحد ثلاثة تسوي فحوصات قال والله هذا ما هو تخصصي وفي المستشفى عندنا ما في يعني أحد متخصص بهذا الشي وأنصحكم بالمستشفى الفلاني وهذا توقيع حتى ترجعوا قيمة الكشف شوف الموقف هذا راقي والله ما أعرف الدكتور ولا تقدر تقول علاقة ولا مثلا رقمة الرقي جدا بكل ما تعني الكلمة أنا ما هو تخصصي وفي المستشفى ما في أحد متخصص بهذا الشي طيب وأنصحكم بالمستشفى الفلاني وهذا قيمة الكشف فحوصات تحاليل وكذا يعني للوالدة أتفاجأت فتحية لكل دكتور بعد ما حشيناهم تحية لكل دكتور يملك هذه المصداقية والأمانة الرائعة والجميل صحيح دامك جيت على الدكاتر خلنا نتكلم فيها شوي سمحت لي أنا مرة خلت الوالدة دامنا عند الوالدة يعني سيرة الأمهات صررت على أن يرزقهم برنا وقربنا منهن ويعني أن يجعلنا يعني مباركين ببركة البر والقرب ورعايتهم ومتابعتهم والحرص عليهم يا رب العالمين دكتور باطنية شتهر بكبر السن وبصبر وراحت حتى يتكلم كلام كذا مفصل وسبحان الله حينما هاتنا يحتاجون إلى نمط معين في التعامل النفسي لسلوب في التعامل النفسي الهمج والدكتور الصغير يعني يعني مع يعني تأسف يعني العبارة وما يتناسبون مع فكرهم هما كبيرات أو آباءنا كبار في السن فيبغون التعامل اللي يهديهم اللي يصبرهم اللي يحتويهم فيهم حينما دكتور وفحصوا وكشفوا كذا غمز لي أنا غمزة وزي اللي إيش أنا راح أتكلم وقلت له خذ راحتك في جلس يعني يشرح لها كذا بهدو ويبين لها وإن شاء الله أنت بخير طيبة وعندك ألام رفلاني لازم تهتمي فيه وإنتي ما شاء الله عليك حريصة وبدأ يشجعها بدأ يأخذ بيدها بدأ سبحان الله الوالد الآن كل ما جاءها واحد من صديقاتها وقرباتها تقول روحهم فيه الدكتور دكتور تراجعي يا الله يا والدي أبغى راجع عند أباك تود أختك الصغيرة عند دكتور أحيان ترى تخصصه وتخصصه بس الدكتور هذا وتدعيله وتدعي لأنه لأنه احتوى وهذا ما نرجو يعني الطبيب في مستشفى والدكتور في في الجامعة والمعلم في فصله والمهندس في الميدان لازم نستحي معنى أخلاقنا نحن لسنا شهادات فقط صحيح لازم نستحي معنى أخلاقنا ورقينا في التعامل حتى نكسب الناس يا أخي ونؤثر بموقف بكلمة بهمسة بإرشاد بنصيحة وبالتالي أجر وأجره المال جايك جايك صحيح لكن ما أجمل إذا كانت هناك إذ كان هناك أثر أسلوب جميل يؤثر في الناس ويأثر الناس وتكون أنت يعني نكون نحن أسرأ أخلاق لهذا التعامل والإمام في مسجده وعلى سالفة الإمام دكتور علي لما أتكلم على الأئمة نعم في موقف طريف يعني لأحد الأئمة ونختم به يا طريف أنت يا حلو يا حبيبي فهذا أحد الأئمة يقول فعلا هقيقية يقول يعني أبثله ونواقف يقول كنت أخطب طيب فأنا قاعد أخطب في المنبر من نوع اللي ما يخطب لبورقة كان المؤذن عمعطية الله يذكر رب الخير هو يحدثنا الأخ هذا طيب اسم المؤذن يعني طيب فيقول كان سهران الليلة اللي قبلها فيقول شكل المؤذن جاء وغفع غفوة بسيطة فطاحت الورقة حق الخطبة ونخطب عند المؤذن عند عمعطية فيقول أنا ما أقدر لازم الورقة تلخبط ببعضها فيقول ناديت بصوت كذا أمعطية 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 كان غافي الله أجزاء بالخير طيب ففجأة أمعطية لما انتبه هذا قام كذا على طول راح عند المكرهون الله أكبر الله أكبر أشهد لا إله إلا لشهد أقام الصلاة أقام الصلاة يحسب أن يقول لها أقام الصلاة يعني هذه من المواقف حق الأم أنا أحبت أختم فيها صراحة جميلة وإن شاء الله لنا فيها حديث موضوع على أم المؤذنين والطلايف التي تحصل في هذا المجال جدا وكثير في الهاشتاغ سألوا يعني عن الأمة وكذا ترى عالم الأمة المؤذنين عالم مواقف رحب واسع وشد الإمام موزئي الدكتور الدكتور لو عصب تقدر تروح الإمام تأصب تحتكم هذا فين يروح يصلي عاجبك رح صلي يدي عليك في الصلاة طيب الله مستعان سعدنا بك أخويا أبو عبد الرحمن الله يسعدك وأنا كذلك والله ما شاء الله جمال الحلقة والله ما شعنا بالوقت جدا بدناها بأخونا شاعر أبو مشعل أبو مشعل عوضة الديحاني وختمناها بالشيخ علي الشبالي وحلقنا مع جماليات الأسرة وإمام المسجد وعالم التربية وهذا يعني دائما طبيعة الدار اللي حنا فيها اليوم وكل يوم ما هي إلا من حياة الناس يعني تناقش حياة الناس والقهوة والشياء والتمر ما في شوكولاتة والخير والشوكولاتة ويا سامحك يا سالم القنيش عاد أن تتصل عليه يا سالم القنيش يا سالم القنيش لا أبدا أنا قلت لمسحف وجي الله يسعدكم وإحنا صراحة نشكركم أعزائي المشاهدين على المتابعة الجميلة والرائعة على الجمهور الرائعة مع أنه الوقت ترى وقت يعني يعتبر يعني ظهرية وكذا مشاركة كثيرة ما قدرنا نأخذها ما قدرنا نأخذها نعتذر منكم لكن نشكر لكم صراحة مشاركتكم أسئلتكم تفاعلكم مع البرنامج بهذه الصورة الجميلة فعلا جمهور المجد المجد ماركة وأنت المجد وهم المجد وبالمجد نرتقي ونصعد ونتميز أدنتم في رعاية لنراكم إن شاء الله غدا في أمان الله جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين وحلت هنجم الجوزاء أنوارا تنادينا وغنى البلبل الصداح في أرجاء ودينا على كثب العلامة جد غرسناه بأيدينا وقطف قدنا ثمرا ترى ما فينا وحينا حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين وحلت هنجم الجوزاء أنوارا